اليوم ان شاء الله سيكون حديثنا في استمرار على الدهون والليدام والتصالح مع الدهون فكل شيء اليوم الحديث في العالم امراض القلب والشرعيين والكوليستيرول هذا المرض هذا وش ناخد ليدم وش ناخده عندي المرارة عندي هاد المشاكين عندي الكبه الدهني هذا الشيء اللي اقوله اليوم هو الي يتقال وهو الي يجب يعرف المستهلك اللي نسميه هنا ذاك الكسرة ولا تفتحها المستهلك الصحة دياله هذا المستمع سكم تكونوا عارفين أي واحد يقلب على الصحة أي واحد يريد صحة دياله لا يريد صحة دياله الحياة دياله كلها عندها علاقة بالصحة دياله وبالتالي كما كنقوله أنا دائما له لا يحرم شي واحد من الصحة دياله فاليومنا نهضروا على هذك الزيوت اللي انتو ما كتستهلكوا في المنزيل ديالك هذك الزيوت اللي كتطيبوا بها تقافة الزيت فين كانت وفين ولات تقافة استعمال الزيت كيفاش كانت وكيفاش ولات هادشي كامل يومنا نهضروا عليه ان شاء الله بالمختصر المفيد ما ديش نعطيوها كم علومات عملية الناس أول حاجة ونعود نقولها ما فيها بس من أجل التذكير كتلقى بزاف ديالناس يبدل الزيت ديال السيارة كنسولوا عديد الأسئلة كمشوا عند الميكانيسيان كمشوا عند الاجونس نسولوا هذي الزيت هذي شحار من كيلومترا شحار من زيان شيدا جيد لكن ما يتعلق بالزيت ديالنا واستهلاك في المطبخ المنزل ديالنا هذي الأمراض اللي كنه هذي الحموضة المعيدة هذي القلون العصبي قبل ما نوصلوا لكوليسترول وأمراض القلب والشري الناس عبر التاريخ لا في الجانب العلمي تم ارتكاب أخطأ فادحة أنا كنقولها أخطأ فادحة هي أخطأ تحت تأثير مرحلة ما بعد الحرب العالمية وتحت تأثير بعد الأكاديب العلمية والأكاديب العلمية دائما هي مدرة للدخل هذي معروف فوقا نعرفوه إحنا في الوسط العلم أخا في عود ما نديرو الميطا أناليز فنضي مثال بسيط إنتا بش تبت واحد لحاجة رخصك في المختبر رخصك واحد الرأسمان بش تبتها هذيك الرأسمان اللي غاي اللي غاي ان في سي لما كانش غير بح من مورة ذاك شي وش هيتبت لك الخميرة البلدية مفيدة شنو غير بح ومورة الخميرة البلدية مفيدة بعض الناس لأن بعض الناس عندهم بعض العقاد واش كينا هذي واش كينا هاد دراسة واش كينا هاد دراسة والعكس يعني واش كينا دراسة كتبت أنها الدراسة صحيحة لأن هذي هذي هي الميطا آناليز شنه هي الميطا آناليز واش كينا دراسة كتبت كتبت صحة هذي الدراسة هذي شي هدا باقينا ما وصلنا له إحنا في العالم عدنا سكونا بميطا آناليز فاللي واقع شنوانطي وحد الخطأ فادح واللي تم هو جاي أنا قلت جاي جدر ديال الخطأ جاي من نظريات الدهون نظريات الدهون بحل الهرام الغدائي محطوط مبني عليها أشياء أشياء تجارية أشياء سياسية أشياء بزاف عندها علاقة لأن التغديرها تضير أموال للعديد من الشركات في العالم فقلت أنا يا منين تأسّت هاد الأخطاء تأسّت من نظريات الدهون في الوسط العلمي في الوسط الأكاديمي معروف من أباجديات البحث أننا ما كان بنيوش على النظرية تكون هادي ممكن راكينا احتمال 50% 50% الناس شنو داروا وبعض العلماء شنو داروا شدوا بنوا على هاد النظرية حتى أن اليوم هو قاعد تناقض ولا داباكي هدرو على الغيجين سيتوجان يك هاي البارح أنتم ما قد تقولوا حيدوا لي دم اليوم ما قد تقولوا خدوا لي دم واشا نحيدوا لا ناخدوه فهاتش اللي شدرنا حلقات مسترسلة واليوم وصلنا على الزيوت المستعملة في المنزل نجيو لواحد المسألة وواحد الخطأ فادح وعد نكمله را عدنا ملف على الكوليستيرول دا باك نسمعوا باللي حيد ما تاكلش اللحم حت فيه الكوليستيرول ما تاكلش البيض حت فيه الكوليستيرول واش عارفين الكوليستيرول دير بحال عقيق دير بحال عقيق مك تاخد انت الكوليستيرول ديال البيض مثلا الجسم كيعرفش كوليستيرول ديال البيض كيوصل الأمعاء كيدير لابيتاوكسيداسيون كيتحول الأحمد دهنية وكيدخل الجسم على شكل واحدات تسمى بالأحمد دهنية مشي كوليستيرول مركب علاش هي ذاك العصارات المرارة كاتهبات والسيسيكا كاتخدم ولا بيتاوكسيداسيون ولا سابونيفيكاسيون والليباز هادو معلاش باش يخليك الكوليستيرول ديال البيض هكا ككوليستيرول لا باش كي قطعو وكيمشي الجسم على شكل أحمد دهنية هادوه شنية الأحمد دهنية هي الحبيبات ديال العقيق أنا دي ما كان شبهها مع الطالب اللي كان قولهم بحال عقيق الكوليستيرول دير بحال عقيق ما كيدخلش للأمعاء على شكل كوليستيرول لا الأمعاء ما تخليش يدوز على شكل كوليستيرول بالعكس إلا بقى بره إلا بقى بره كيجيوبكتريات يحولونها إلى كوبخوستانول وكيخرج في الخروج ديال الإنسان شرف الله وقدر الجميع لكن باش يدوز الأمعاء اسمحوا لي ما كيدوش على شكل كوليستيرول كيتكون في الكبدة نعم ما باش يدوز كوليستيرول ديال البيض شوف هاد الأكدوبة نصافي لونطن والناس كيقولوها مبني على نظريات الدهون ناتيوري لبيديك الكوليستيرول كيدوز في في الخلايا المعاوية كيدوز على شكل أحمد دهنية ما يقدرش يدوز على شكل كوليستيرول إلا داز على شكل كوليستيرول يدرلك مشكلة في المناعة هي الأولى فنشل الجسم كيقطعه على شكل أحمد دهنية بحال عقاق وكيدخل على شكل حبيبات ديال العقاق والجسم كيعاود يركب عقاق جديد بتركيبة جديدة كوليستيرول ديال اللي كيعرف هو يصور باش ممقاش نقول أنا غناخد بحال دابل كولاجين ناس كيقولولم خودوا الكرعين كولو الكرعين باش يكونوا عندكم الكولاجين الكولاجين راه بروتين راه في علم التغذية السكريات تتحول إلى غلوكوز الدهنيات تتحول إلى أحمد دهنية والبروتينات تتحول إلى أحمد أمينية ما كدوش هكاك إلا دازت هكاك عددلك مشكلة حمثنا الناس اللي عندهم عدم تحمل بروتينات الحاليب لان طوليغانس أو بخوتين لاتفاش اللي هو الكازيين هذا كدوش هكاك علشنا عندهم ارتشاح الأمعاء ليپرميابيليتين انتستينال ما إحنا عدنا البروتينات كدوش أحمد أمينية الدهون كدوش أحمد دهنية مش مبقاش الإنسان يقول لي أنا الكوليستيرول حتزيني بعد الزويد ده بو كتلقاه في الإشارة خالية من الكوليستيرول ما يمكنش يكون زيت خالي بحليلة كتقول شي حاجة بين اسمه الأرض زيت خالية من الكوليستيرول أصل الكوليستيرول أصل نباتي أصل حيواني والزيت أصل نباتي يعني هذا كساتيغي هذا أنساتيغي يعني بالنسبة لا في الحيث لا علميان ولا أخلاقيان ولا ما يمكنش نقول أنا زيت خالية من الكوليستيرول إلا إلا كان شي حاجة تم زيت رب بين السماء والأرض خم فالزيوت المستعملة عند الإنسان عبر الزمن عبر الزمن باشي يعرفوا الناس عبر الزمن أولا ما كانش القلي noite لاش تكونوا عارفين القليجة القليجة مع المقلة المقلة جات من بعد الحرب العالمية خم المقلة باشي يعرفوا الناس المقلة هذه المقلة اللي مكت تحرجش هذا المقلة الكهلة اللي فيها مادات تفلون بالمناسبة تفلون forms of Raw تفلون هي اسم علمي إلا كان что harker اللي يسخر مادة تيفلون سميتو الفي اف او اا الفي اف او اا هي مادة تم استعمالها في القنبلة الدرية وجاوب دينا كان تطلعوا بها المقلات قال اللي لا ما كتلسقش ده بارها ممنوعة في العالم وفتوف المغرب البارتير من الفين وخمستاش إلا لقيت شي مادة مدهونة فوق شي مقلة هذيك را ممكن تمشي عند المؤسسات وممكن أنك ترفع قضية على هذيك المواد لأن الفي اف او اا الفي اف او اا مادة تم استعمالها مادة التفلون مادة استعمالها في القنبلة الدرية في الحرب العالمية ونجيبو احنا يا شاطو داك المواد انا ندخلوهم ونديروهم في الكوزينة مع المقلة جات مع المقلة اشي قليو اولا القلي القلي يعتبر اعدام للمادة الغدائية كتعدم المادة الغدائية وسط الزيت اللي كتوصل 160-180 اخا القلي تقافى لم تكن عند العرب وجاءت مع المقلة وجاءت مع الحرب العالمية فقط نوضح هذه المسألة القلي بالمناسبة هو يطلق على الزيت ولا يطلق على الماء القلي ذاك الصوت اللي كتسمعه لي كتحط شي حاجة في الزيت كتسمع ذاك الصوت شنا هو فيزيائيا وخروج الماء ودخل الزيت كتولي ما المادة الغدائية مشبعة بالزيت سؤال مطروح كيفاش اقنعونا اننا ناخدو بعض الزيت انو الله العظيم مشي استغرب انا عارف شنو كين عارف النورو ماركوتينج را تخليك تاخد السجارة اجتمع دينا كتلقى ناس ناس كياخدو سجارة مكتوب عليها التدخين يقتل هل تظنون ان هاتشي منطقي كيفاش انتا كتاخد السجارة خلا وليداتنا احنا يديرو هاتشي كتاخد السجارة مكتوب عليها السجارة تقتل والفترة ديالك تحب الحياة اذا كينا برماجة هادي هي النورو ماركوتينج خلا فبعد الزيوت احنا داب اليوم عاد ولينا في هذا العصر كنسمعوه مطحون في البارد مطحون في السخون ما يكي مشيش واحد يمشي يزري يزري الزيت كي يقول له ورا اسمعناه في برنامج صحة و سلامة الزيت خصت تكون في البارد وش هات الزيت في البارد ولا الزيت في السخون واخا سولنا على هات الزيت هادية fundament ولكن باقي الزيوت سولنا عليها في البارد وللسخون انا غنعطي الناس الخلاصة الخلاصة ديال الـ الزيوت كنجوج انواع في الكون جوج انواع انا مكان هدرش على كل شي ولكن كنعطيه واجيبي انا كمختص في التغذية هات شين مستمع سيكون اعرف الزيوت كنجوج انواع دي كاتيجوغي في العالم كنزويوت اللي كتخرج بالضغط وكنا الزيوت اللي كتخرج بالسولفون بالمحاليل بالتكرير الغافي ناج الزيوت اللي كتخرج بالضغط اسميتها زيت أرغن وزيت الزيتون نقطار وجوه للسطل الناس را كي يعرفوها حجرة فوق حجرة كتطحن حبة ديال الزيتون وكتخرج الزيت الناس كيقولوا زيت العود زيت العود مشي وزيت زيتون زيت العود هو زيت العظم ديال الزيتون وزيت الزيتون هو زيت الشيخ زيتون باش نكونوا دقيقين في هاد المسألة هادية تبع التقافة دخلت عندنا في المغرب ولكن خرجت بحكم الارتفاع الوعي هو زيت علوانة مثلا علوانة راك عارفوا هالناس كيشدوا الزيت وكيطيبوا الزيتون وكيطيبوا وكيطيب مزيان هادية كلها هادية الزيت هادية خارجت التقافة ما كانتش عندنا في التقافة المغربية بعض الأمور بعض الشوائب جابها المستعمير مستعمير دخل باش يبدل فكر باش يبدل عقلية باش يكري أسواق باش تقولين تاخد حتى انتا بيتزا في المغرب وتاخد هاد الشي وتاخد هاد الشي اللي كيشوفوه اليوم فالزويت كينجوج أنواع كين زويت اللي كتخرج بالضغط كتشد زيت زيتون باش كيخرج كان ميكانيكولا كان هادية رام احنا كنا نضروع للأصل حجرة فوق حجرة كانت الرحة الرحة كتدور حجرة فوق حجرة وكيخرج الزيت ميكان طحنه كنجيبو الشوامي كيتخسل بالماء الماء بارد كنعرفو احنا الماء والزيت ما كيتخلطش كيتطلع الزيت كيعزلو الزيت تقنية رائعة وتقنية تحسب للبشرية تشي واحد هاد بروفي ديال البشرية يعني كين بعض براءات الاختراع خاصة بالبشرية ما خاصاش بالأشخاص هاد يحسب للبشرية هاد براءات الاختراع وكين بعض براءات الاختراع اللي خسنا نخليوها للبشرية لين بعض الناس خدووا بعض الأمور وسموها الرسوم مع العلم أنه هي براءات اختراع خاصة بالبشرية مثلا السوديوم محفيد جدودنا مصافي لونتو كيدولو الملحة القديدة يعني ورا عارف من بعد نتاعات جبتي الـ AW وجبتي نشاط الماء ولينا كان أعطوه للطلابة ديالنا نحن نشاط الماء و الـ AW وكيف شهدي وش نقصو نشاط البكتيري ماء البكتيري ماء جدودنا هم اللي جابوا بالليل ملحة هي مادة حافظة يعني ماشي ماشي مصنع وماشي شي معمل وماشي شي يعني شي مؤسس خب فقلت أنا يا الرحة الزيت كيخرج بالضغط زيت الأرقان كنش تدولو زيت الأرقان وحجرة فوق حجرة بالبرسيون بالضغط كيخرج زيت الأرقان الزيوت الوحيجة اللي كتخرج بهالطريقة غتكون على البارد هي هادي بجوش الناس راعي يكونوا فهمو شنو المقصود نجيو لباقي الزيوت العديد من الزيوت كتخرج بالليسولفون كتخرج بالتكرير أنا غين أعطيكم شن هو التكرير التكرير باش بعض ناس كيسولوا الحرارة ديال الزيت كيمشي يعدمون الماكينة مزيان كتقولوا هاد الحرارة واش فيت 14 واش فيت 20 واش فيت 25 بعد المرة كيبشي كتلقى الزيت زيتون رمادية هاديك زيت محروقة رماكيش الفرق بينه وبين الزيت ديال السيارة فهات زيوت هادية اللون دياله كيتبدل لأنها مكررة من غير زيت زيتون وزيت أرغان والعديد من الزيوت كتخرج بالتكرير شنو التكرير شنو التكرير التكرير هو كاشدو واحد الزيت سواء نبرة كل شي بزاف ديال أولا بعدها الزيوت نسبة كبيرة هي مغيرة ويراتية كان هدرو على زيت الكولزا كان هدرو على زيت السوجا كان هدرو على زيت الدورا كان هدرو على زيت الناخيل هدو ما كاملين باش نقولوا أولا زيت نباتية هي ماشي زيت نباتية هي زيت من أصل نباتي ماشي زيت نباتية لأنه لا علاقة بالنبات ما حنا هدرو على المادة في الخارجاء شنو هي الزيت النباتية هي زيت الزيتون اللي على البرد اللي فيها لوليو كونتال فيها لبوليفينول فيها لفلافونويد فيها تيغوزول فيها ليدروكسي تيغوزول فيها الأوميغانف كتبقى خضراء هذه هي الزيت النباتية أما الأخرى زيت مشتقة من النبات باش هكا نوصله احنا نصوبه يعني هات الزيوت هذي اللي دبا بزل الناس كي يستعملوها جات من أجل القلي القلي أصلا القلي أنا قلت هي إعدام المادة كيفاش غنديره التكرير التكرير كان أخدو واحد المادة كتكون رخيصة مغير ويراتين رخيصة ما مقيهما بوالو رخيصة كتجيد كي يدار لها دي جوماش شوفو معيّة تكرير شحل المرحلة غندوزو أول حاجة كي تسمى الدإغوماج من مورها سميتها حسبو حifer شحل المرحلة من مورها لا نوتخاليزازيو من مورها اللافاج بالما كي تخسل بالما من مورها لسيشاج من مورها ديكولوغسيو ديكولوغسيو يعني ذلك الزيت کی حيدو لاللون من مورها الفيلتخاليوم من مورها الذئي weirdest autopil نحيدو لالريحة من مورها الغفخودي شحld كان بردوها bir比較 belدوها من موراها الفيلترسيون من موراها ستوكج والإضافات تلك deformة الحياة للبلاستيك وبإذن يتم إضافيهم او هنو نقول لمستمعين يزال ان السز March محتوط من البلسطيك البلسطيك سنظروا على ق��ما تلك الإمعات البلسطيك الشيطان يعتفاعل مع الحاجة صغنية حمضية وهم دهنية البلسطيكو الأليميوم المملكة الألميوم يعتفاعل البلسطيك وميكا قولوا البلاستيك البيسفينول آه الفتالات هادو مواد وش عافتي راه بوتان صغير ور بوتان بوتان قد السبع صغير بوتان الرأس ديال السبع صغير في كيندفر هاداك راكا كي خرجوا به تقريبا ميتين بيدو لخمسمية بيدو ديال البلاستيك فالبلاستيك ومحتوط هاد شي هادا هاد العملية هادلو غافيناج كيدوز مدة ثمانية حتى العشرة السويع في درجة الحرارة الأقلها ميتين درجة بحل بعض أنواع الملح باش بس يكونوا عارفين هادا هو الغافيناج ميتين تسمعوا التكرير تكرير دير شي حاجة نجيو حنايا باش من ميتين نهضروا لأمراض القلب والشاريين ها أمراض القلب والشاريين كينو وحد كنسميو حنايا السموكين بوينت يعني نقطة التبخر نقطة التبخر كينو زيوت انت ميتين تحضر زيتو ديغلي هادا كورا الزيوت آه ساتيو غي خل كي يبدأ يغلي هاداك الغالية اللي يبدأ يغلي هاداك كاريتا ميك تحط فيه انتا يا شي حاجة لها دي راح لا حولا ولا قوتا إلا بالله خل دابا ولو كي هدركم على جيس جوز الهند ولو هدركم على بعض أنواع الزيوت شوف احنا زيت الافوكادو زيت احنا شوف احنا عدنا زيت الزيتون وزيت الارغان زيت الارغان سيف غيث تعمل غالي زيت الزيتون زيت الوحيدة لغسطكم في المزي زيتكم فيما هو يعني يعني صحة هاد احتراق هاد الزيوت كتكون ترانس لغليكوتوكسين ديوكسينات تيقوبية إلك ليتي مزيان مزيان يعني نقيت الأكل ديالك هاد المواد ما كتخرج على ستين يوم شهرين وهي في الجسم شنو غتدير لك في الجسم هي تخي غيكتيف كتفاعل بزفقع شنو كتدير لك أمراض لقلب الشهرين التهابات أنا نعطيه واحد المقاربة جميلة و بسيطة و بمثال حي باش يفهموا المستمعين واحد المسألة اللي كانت مغيابة نصيدات الشهرين نصيدات الشهرين و كان عارفو التسلوب الشهرين و خاصة لاتغوسكليغوز واللاخ تغوسكليغوز نصيدات الشهرين ميمشو العلماء كي قلبو كيلقو فدك الشهرين كينا الكولسترول شنو قالو قالو باللي الكولسترول هو السبب ديال هاد نصيدات الشهرين وهنايا يجيب إعادة تفكير في المعلومة مثال بحال يش بحال انت غادي في الطريق لقيت اكسيدون ولقيت خطنا اللي جزيهم بخير الوقاية المدنية وش هنقول الوقاية المدنية هما اللي داروا الاكسيدون لا هادوك ناس جاوا حيث كينا الاكسيدون هدا هو الكوليستيرول الكوليستيرول جاى الاوعية لانكين اشنا هو وان الاوعية بهذا الدهون هاد القلي وهاد الزيوت اللي كينا دابا وقع التهابات ما يوقع التهابات الاوعية في الجيدار دياله وقع التهابات باش هادك الدم ما يخرش من هادك الجيدار ويوقع لك نازيف جا الكوليستيرول جزي بخير سدنا هاديك البلاسة مين سدنا هاديك البلاسة مين جينا احنا وشفنا هاديك البلاسة مزدودة كيس حابنا راه الكوليستيرول جا سدها حيث كين شي مشكيل وخرجناس كنا بالقال وهو الكوليستيرول بين قوسين ضار وهو الهدف بين قوسين الخبيث لا يوجد ضار وخبيث وهو التأكسد وبالتالي أمراض القلب الشراين حقيقة وهذا الزيوت الذي كانت ضرع لها والقليل الذي كانت ضرع لها والتكرار في الزيوت وهذا ما يعطينا أمراض القلب الشراين من خلال العديد من البخوسيسيوس منهم مذيه تأثير على أحد الهين أميني اسمته الهوموسيستير هنا الهوموسيستير jakiś يداله في الأنجليزي , يداله في وأذنان من البتاستقات ويهدال لأبحث الذي لا يسquer الهوموسيستير الذي سي vestلف هذا المتطول هذه أمراض القلب والشراء أحسamento ويدوننا لجلطات الدماغية أمراض القلب والشراء هي المتصام الأوعية وتصلب الأدواء نسمع Loyola النظام الأحد تصليب الأوعية، هذا ما يسمى أمراض القلب والشراين الشراين لتتصلب واحد الطبقة فيها لا تبقى مارينة هي ستبقى مارينة لتتقلص إذا احتاجها الجسم وتتمدد إذا احتاجها الجسم أول هو الضغط الدموي عندما يبقى عندك تقلص وتتمدد الأوعية يصيبك الضغط ما هو الضغط الدموي؟ الضغط الدموي هو الجسم لا يمكنك يوصل الدم للأعضاء يزيد القلب يدير أفور كبير وما يدير الدمات للأضغط الدمو ويصيبك الدرابات القلب جهد شيء كامل عندما يصل إلى الطبقة الانتماع جاء من القليل، جاء من الزيوت المكررة جاء من الموحلة جاء من الحلوية لماذا؟ لأن هناك جلوكاسيون وجلوكوطوكسين حينهم يوجد أشياء السيطين المكلمة حين البيض المقلي في الزيت حين وجدت أكد دجاج المكلمة حينه الكليكة المكلمة الأشياء المقلي في الزيت لماذا نقول لنا الناس يجب أن نقول لهم بان شانس ماشي بان ابيتي هات التراكمات انت عندك مواد كيدخلو انا قلت إلا كنتي كتصوموك تأكل مزيين 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 هات المواد كيخرجوه على ستين يوم اغلب الناس ده ما كيياكلوش مزيين هات المواد كتبقى ما يكتبقى على الامد القاسير اولا الامد القاسير كتنقص لكم الحموضات المعيدة وكتعطيك مشكلة على مستوى المعيدة جورته من الحالة زونياية كينا عندنا من مراهة على الامد المتوسط كتعطيك امراض يعني منها السمنة منها الكونستيباسيون منها القبض على مواد الطاويل هو الاخطر هي انها مواد سرطانية البي اش او البي اش دي الزنتي اوكسيجين البيسفينول ا الفطالات هادو مواد سرطانية من بعد شنو كتدير لك كتعطيك سرطانات كتعطيك مشاكل كتعطيك دابا ولينا كنهدرو على زيت زيت الناخل زيت الناخرة كي تستعمل في اغلب حيث رخيص كي تستعمل في اغلب المواد المصنعة كي تستعمل زيت الناخل يعني ما كان بغيره احنا نخدموه واحد المادة الدهنية كنجيبوه زيت الناخل لا نجيب لكنا زيت الزيتون بس ما يجيبوه زيت الزيتون لانا اتقاب عليه المادة غالية باش نكونو صورحة احنا شوف المعيار ديال الصحة لا نقولها في العديد من الشركات العالمية مغيب فاش نخصك نتدير نتخصك تستحضره استحضر المعيار ديال الصحة في منزلك في مطبخك في دارك في مجتمعك احنا مجتمع راقي ما محتاجيش احنا زيت الناخل وزيت الكولزا احنا هدنا زيت الزيتون بعد الناس غيقول لك مزيان هاد النقطة هادين نوضحوها غيقول لك غالية واخا انتكد باش نجيو الخلاصة الزيت اللي تكون في الدار وتكون في بيت الخزين زيت الزيتون وشوية زيت ارقان ازبح الله زيت ارقان رسيد دي ربي اعطاننا وحد الخاصية اننا ما كان قدرش نغمسو فيها يعني فيها لا سي تستياغيك واحتى الزيت الاخرى باش تعرف ورش صالحة للاكل واخا شد انتشي زيته وغمس في الخبز وكلها ما تقدرش ما تقول مستحيل ما زيت الزيتون تقدر تغمس وتأكل اذا هنا من الجسم ديالك كيف اهمك ان الزيت اللي كتخرج واللي خسنا نقوله على زيت ناباتي وحي هذه زيت الزيتون اللي كيخرج فالبارد اخا فالناس هيقوللك باش غانطيبو بزيت الزيتون باش غانعيشو بزيت الزيتون غاية هو زيت الزيتون انا مكنهضروش على الكيسان راakaنهضرو على معلقة صغيرة معلقة كبيرة مين طيب زد معلقة كبيرة مين تبغيت هذي فخبيز ممكن دهان فخبيز ممكن اننا نديروا كمية صغيرة مع املو اللي فيه كوكا والعسن وزيت الزيتون فانتا يامي غا تحيد القلي عطلقى راسك التامان باش كنتي كتشريشي اشبه الزيوت عتشري بها يعني الحاجيات ديالك ديالزيت زيتون العامين وانا كنهضر عليكم الله العظيم الان كنهضر بارقم كين الناس لنا الزيت باش كتقلي انتا يامي شنو غا تربح من مورا هاد القلي عدمتي المادة وغا تمتعه واحد جوش ثواني ثلاثة ديال التواني انا كنقول الزيوت الوحيدة اللي خصت تكون في المنزل زيت الزيتون فالطياب وزيت الارغان اللي المتعبة عدل المرهة الانسان يبغي نسم غير قطيرات غير قطيرات لنا سيدر بير اعطاهنا اعطانا فيها لا سيدستياغيك باش ما نغمسوش فيها ما يمكنش نغمسوحنا في زيت الارغان ما زيت الارغان كنحتاجون قيطة قيطة اللي يكونوا دي قوتلت ولا دي قوت صغارين كنحتاجون باش كننسمو سبحان الله العديم فطاجين كتعطي المداق دياله وخغير شي شوية سينو زيت الزيتو زيت الزيتو مش حلمش تريتها لنسا يقولك غالية مش حلمش تريتها إلا كانت مزيانة كتكون رخيصة علاش لانا ميك تخلى على القلي وتخلى على المبادئ الأخرى اللي هي مبادئ داخيلة كتولي تتبنى مبادئ جيدة هذيك المبادئ الجيدة وديروا عملية حسابية عفاكم وديروا عملية حسابية غتلقاوا بالليفغامو الاقتصاديا وعاد صحيا وعاد هذي الأمور هذي كما فهذ الأمور هذي كان لابد أننا نوضحوها باش مين وليون نهضروا على أمراض القلب والشاريين نكونوا كان نهضروا على معلومات اللي هي معلومات دقيقة ما شيء أننا نضربوه في البيض البلدية ونضربوه في هذي هذا وهذي رمزا كان صحه إن شاء الله باقي عدنا حلقة على الكوليستيرول وغايفهمو الناس شنا هو الكوليستيرول نعرفو الحيتيات مرحبا